بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبة السنوات العامة. نرى عن التكلم عن الدرس التاني من الواحدة الاولى في النحو. ال الشمسية و ال القمرين. ال الشمسية هي الف لام بتدخل على الاسم. لكن اللام لا تطلق مطلقا. لا تنطق مطلقا. ما نقلاش نطقها ابدا. ودي بتخش على اربعتاشر حرف من حروف اللغة العروية. التاء والساء والدال والدال والره والزين والسين والشين والصاد والضاد والطه والزه واللام والنون. الحروف دي بتدخل عليها الالف واللام. يبقى الالف واللام دي شمسية. اي ان اللام لا تنطق. مسال لما نقول التلميز. الذقب. الصحراء. يبقى حروف. ال الشمسية. اربعتاشر حرف. وعند دخول ال الف واللام. ال على كل اسم بيبدأ من هذه الحروف. باي حرف من هذه الحروف. لا تنطق اللام مطلقا. نيجي لحروف الالف واللام القمرية. عددها اربعتاشر. اربعتاشر حرف. ودي مجموعة في جملة كده معينة. بنقول ايه ابغي حجك وخف عقيمة. كل الحروف اللي اتنا رأيت هنا. كل الحروف. تعتبر الف واللام. عندما تدخل على اي حرف من هؤلاء. تعتبر قمرية. يبقى عند دخول الف واللام على كل اسم بيبدأ باحد هذه الحروف. ليه الالف والبيه والجمو والحا والخا والعين والغين والفيه والقف والكاف والميم والهيه والو وديه. هذه الحروف اربعتاشر. اي اسم تدخل عليه الالف واللام. اولو هزيه الحروف. هزيه اللام تنطق. الولد. الفتى. المدينة. الحياة. الوعي. الهدهد. كل هزيه الحروف. تنطق. ولما نتكلم ان شاء الله على الفرق بين. التاق المفتوح. والتاق المربوطة. والهاء في اخر الكلمة. التاق المفتوحة تنطق دائما تاق عند الوقوف عليها. وعند تحريكها ووصلها بما بعدها. مثال. شجيرات. شجيرات الحديقة مورقة. علامات. ساعات. هذه التاق المفتوحة. تنطق دائما تاق عند مارسة مربوطة. نجل التاق المربوطة ترسم تاق مربوطة وفوقها نقطتان. لكننا ننطقها هاء. قطة. شجرة. تنطق هاء عند الوقوف عليها بالسكون. انا امارس الرياضة. تنطق تاق عند تحريكها او وصلها بما بعدها. مثل القراءة المتأنية غذاء للعقل. يبقى تنطق هاء عند الوقوف عليها بالسكون. وتنطق تاق عند تحريكها. تحريك يعني وضع حركة عليها فاتحة ضمها كسرة. او وصلها بما بعدها. اما الهاء تنطق دائما هاء عند الوقوف عليها وعند تحريكها. مثل هذه له به عليه. يبقى اذا الهاء هنا سواء وقفنا عليها او حرقناها او وصلناها بما بعدها. تنطق هاء دائما هذه الفتاة تشبه امها. يبقى اذا هنا في فرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء. اما اذا اتكلمنا على عن قواعد رسم الهمزة المتوسطة والمتطرفة. نجد ان رسم يعني كتابة. ازاي نكتب الهمزة المتوسطة. يرتبط رسم كتابة يعني الهمزة المتوسطة بتلت حاجات. ضبط الهمزة نفسها. ضبط الحرف الذي قبلها. ونوع الحرف الذي قبلها. والحرف الذي بعدها اذا كان حرف علة. الف او 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 اياء. بنرسم الهمزة على الياء امتى? اذا كانت الهمزة نفسها مكسورة. مثل جرائم. طائرة. لقيم. او نرسمها علياء اذا كان مقبلها مكسور. مثل بئسة. تعبئة. ميئات. او اذا كان قبلها حرف ساكن. يا ساكن. مثل. هنيئا. مريئا. او الهمزة نفسها مضمومة. وما بعدها واو. مد. تتصل بما قبلها. مثل مسؤول. شؤون. مشؤوم. هكذا ترسم الهمزة على الياء. تمام? نبرة يعني. اما اذا كان. ترسم على الواو. امتى? اذا كانت مضمومة بعدها فتح. يعني ايه بعدها فتح. مضمومة بعد فتح. يعني قبلها حرف مفتوح. يا ام هؤلاء يقرؤوه. او هي مضمومة بعد ساكن. يعني قبلها حرف ساكن. مثل غذائك. دوائك. غطائك. او هي مفتوحة. وقبلها ضم. مثل. يؤجل. رؤساء. بؤساء. فؤاد. او هي ساكنة وقبلها ضم. ساكنة بعد ضم يعني ساكنة وقبلها حرف مضموم. مؤمن. يؤسر. مؤتمر. طيب متى ترسم الهمزة على الالف. اذا كانت هي ساكنة وقبلها مفتوحة. رأس. مأساء. تأخير. او هي مفتوحة. وقبلها حرف ساكن صحيح. مسألة. مسألة. الحرف السين على السكون. وهي مفتوحة. فد ا. نش ا. يبقى اذا الحرف الساكن بعده. الهمزة مفتوحة. تكتب على الالف. او هي مفتوحة بعد فتح. يعني الحرف الاولاني. مفتوحة. عند النطق. وهي ايضا مفتوحة. يعني نضع عليه علامة الفتحة. مفاجأة. ارتأة. كأن. اما تكتب على السطر. مفردة. اذا كانت مفتوحة بعد الالف. تفاؤل. تفاؤل. كفاءة. قراءة. مضمومة وما بعدها و. مد لا تتصل بما قبلها. رؤوس. دقوب. ابدأوا. او هي مفتوحة بعد و ساكنة. يعني الحرف الهمزة عليه فتحة. وقبل منها واو ساكنة. يعني ليس عليه اي علامة من التشكيل. مثل مقروءة. موبوءة. سموءة. هكذا تكتب على السطر. اما اذا انتقلنا الى الهمزة المتطرفة. ترسم على الالف. وترسم على الياء. وترسم على الواو. او ترسم على السطر. ترسم على الالف اذا فتحة ما قبلها. مثل بدأة. قراءة. ناشاءة. ترسم على الياء اذا كسر ما قبلها. مثل ناشئ. ملاجئ. شاطئ. او ترسم على الواو. اذا ضم ما قبلها. مثل امرق. يجرق. لقلق. وترسم على السطر مفردة. اذا سكنها ما قبلها. اي قبلها حرف. عليه سكون. جزء. دفء. شيء. اذا كان ما قبلها حرف مد. ترسم على السطر مفردة. مثل لجوء بناء سماء. مجيء. وهذا في قواعد رسم الهمزة. واللتقي ان شاء الله في حصة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.